طيب أول ضربة نوجها لهم من البخاري المجلد الأول في البخاري المجلد الأول صلوا على محمد وآل محمد هذا كتاب البخاري أنا أحرص أن أستخدم البخاري حتى يكون أبلغ في الحجة على القوم أبلغوا حتى تكون حجة عليهم هذا كتاب البخاري في البخاري في الحديث الأول اللي أورد البخاري بعد أن أورد الكتاب بدء الوحي أورد الحديث الأول أمامكم على الشاشة هذا أمامكم البخاري على الشاشة يقول البخاري صلوا على محمد وآل محمد في المجلد الأول يقول هذا الكتاب الأول كتاب بدء الوحي شوف أخواني كتاب بدء الوحي أمامكم الحديث الأول يقول عمر بن الخطاب يقول الليثي سمع على القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ماذا قال قال إنما الأعمال بالنيات لاحظوا دقيق عبارات النبي يا أخواني والله أريد لكم الخير حتى تفهموا الآية إذا لما أفهم الآية وأقول هذا مهاجر فنيتة في الهجرة ما هي فماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وآله قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا إذن هناك هجرة إلى دنيا طيب الآن فكك العبارات معي إيش معنى دنيا لأنهم هاجروا من مكة ومكة في الدنيا مكة مو في السماء في الدنيا وهاجروا إلى المدينة فهاجروا من دنيا إلى دنيا صح صح حول إذا أنا غلص فهؤلاء الذين هاجروا هاجروا من دنيا إلى دنيا هاجروا من مكة الدنيا إلى المدينة الدنيا فشوف دقيق عبارات النبي قال فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكعها شلون؟ إذن هو هاجر إلى دنيا أو هاجر إلى الله أو هاجر من أجل امرأة فهجرته إلى ما هاجر إليه هجرته إلى ما هاجر إليه سؤال ما معنى فهجرته إلى ما هاجر إليه والسؤال الثاني لماذا قال هكذا النبي صلى الله عليه وآله الجواب النبي صلى الله عليه وآله قال لأن كان في صحابي هذا الصحابي هاجر يحب له وحده وحده حلوة فيدور بنات فقلت له هذه الحلوة قالت له أنا عندي مهر شنو المهر أنه تهاجر وفعلا هاجر إلى امرأة وسمي نتيجة التركيز سمي المرأة اسمها أم قيس سمي مهاجر أم قيس لاحظوا النبي محمد صلى الله عليه وآله يبين أن الهجرة هنا هجرة لدنيا لكن الدنيا تؤدي إلى الآخرة لأن أنا الآن أتكلم في برنامج هو في الدنيا وفي قناة في الدنيا لكن لما تسني أقولك أن أتكلم للآخرة صح أن أتكلم في الدنيا لأن الإمام علي عليه السلام يقول الدنيا معبرة للآخرة جسر تعدي فيه إلى الآخرة لذلك النبي ذكي ماذا قال؟ قال إنما الأعمال بالنيات فاللي يهاجر مرة هجرته إلى الله ومرة هجرته يدور نسوان هذا من اللي يدور نسوان؟ زين أنا السؤال إذا أنت تلبسني هذا الأمر وتقول لي المهاجرين والأنصار طيب هذا مهاجر من أجل ابنية أنا ليش أقول رضي الله عنه؟ هو رائع علشان نسوان فالنبي قال لي فرق بين الهجرة إلى الله والهجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فالذي ينكح امرأة هو يروح ينكح امرأة وأنا ألبسه هذا ما معقول فالنبي فرق لنا من الذي قال هذا الكلام؟ هذا البخاري أمامكم على الشاشة وأنا أقرأ لكم من البخاري لما نأتي إلى شرح البخاري نأتي إلى شرح البخاري اللي يشرح لكم هذا الحديث ماذا يقول؟ هذا شرح البخاري ماذا يقول؟ يقول ركزوا على الحديث إنما الأعمال بالنيات عن عمر هنا هذا كتاب فتح الباري اللي هو يشرح بتعليق عبد العزيز بن باز ومحمد بن ناصر الدين الألباني ماذا يقول؟ يقول أيضا عن عمر إنما لكل مرأة إنما نوى نفس الحديث لما أمشي أمشي أريد أشرحه ماذا يقول؟ هنا بن حجر يقول أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة أيوة هاجر من مكة إلى المدينة ماذا يريد هذا الرجل؟ ماذا يريد هذا الرجل؟ سمعوا يا أخوان قال من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة طيب ليش هاجر؟ قال إنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس إذن هو مهاجر ولكنه يدور نسوان دور بنات فهاجر علشان لبنية وبالمناسبة أم قيس يقولون أنها جميلة يقول فلهذا خص في الحديث شوف أنا مو قلت لكم النبي ذكي يقول لهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به انتهى يقول لك النبي ذكي أمام هؤلاء قال لهم أنه موش كل مهاجر يهاجر لذلك في مهاجر يهاجر من أجل الدولارات مهاجر يهاجر من أجل معرف إيش ومهاجر يهاجر من أجل الله ومهاجر يهاجر من أجل النسوان لذلك يقول النبي خصصه حتى يبين أن هؤلاء قوم لا يريدون الله هو قال ما راد الفضيلة راد النسوان ثم ماذا قال قال فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إذن أول نقطة عندما تقول لي مهاجر أثبت أنه هاجر قربة إلى الله تبارك وتعالى أثبت تقول لي لماذا تشكك لماذا لا تحمل على الظاهر أقول لك لأن أنت في كتابك البخاري أنت قلت لي أنه نبي علمني قال لي فرق بين الهجرة لله وفرق بين الهجرة لشيء آخر ولكنه ذكر واحد من الأشياء هو هجرة النسوان مش أنا النبي علمني فلما تقول لي المهاجرون أقول لك هاجروا لأي شيء كل واحد يدرس دراسة تقول لي لماذا تدرسهم أقول لك لأن أنتم درستم وعلمتموني من البخاري ومن النبي محمد صلى الله عليه وآله هكذا علمتمونا ونحن نسير بما تعلمنا من البخاري